طيب رجعت لنا بسانت حميدة وبسانت أنا عارفة أنك في المطار سمعاني بقى كويس؟ سمع حضرتك بعتذر جدا عن الشباكة معاليش فرصة عني ولا يهمك يعني مبروك ده سباك 200 متر ورقم قياسي مصري جديد يا بسانت شرحيلي بقى أهمية هذا السباك دي تعتبر جولة من جولات ألعاب القوى الزهبية دي مستقيات بتتعمل من أكبر مستقيات أو من أكبر مباريات عندنا في اللعبة بيبقى كل المشاركين فيها ليهم رانك عالمي وكاتجري عالمي فالدخول لها أصلا ما بيبقاش سهل فالحمد لله عملت مديري على فكرة فضية في الميت متر وعملت رقم قوي قوي قبل الميتين متر بساعة واحدة بس وبعد ذيها لعبت الميتين متر وعملت مازالية ذهبية وعملت رقم قياسي مصري ورقم عربي ورقم مؤهد لبطولة العالم إن شاء الله سنة الجاية وللأولمبيات فالحمد لله الفضية دي يعني الميتين متر دي فين؟ في هولندا ولا في فرنسا؟ أنا كان عندي الأول أنا كان عندي كذا متشورة بعده كان عندي متش الأول الدايموند دي كتاب دور الماسي كانت في الرباط أيوة متين متر والحمد لله عملت مركز خامس وعملت رقم قنفاوي بالنسبة لي في بداية الموسم وبعد ذلك طلعت على فرنسا كان عندي متش ميت متر عملت برده 11 يورو سابعة ده رقم مؤهد لبطولة العالم الحمد لله ده خدت فيه فضية أظن؟ فضية وبعد ذيها طلعت بعد ذيها بيومين على طول على هولندا مرشبت كلها من دبنا الخطة الإعدادية لبطولة العالم بتاعتي إن شاء الله اللي في المجر في شهر 8 يعني كل البطولات دي استعداء يعني من دبنا خطة الإعداد بتاعتي وبسانت كده إحنا على الطريق للأوليمبيكس إن شاء الله ولا إيه؟ بإذن الله إن شاء الله بوجود حضرتك وبوجود أنا بشكر طبعا كل البطولات شركة نصير صلاة ويوب بانك الكاهرة وشركة تايم أوت وبشكر المؤسسة العسكرية والاتحاد النصير العرب طول صراحة محدش متأخر في أي حاجة يعني في خطة الإعداد بتاعتي فبشكرهم جدا جدا نتمنى لك كل توفيق أنت بالنسبة لنا فخر إن إحنا نشوف عداءة مصرية بتوصل لهذه الأرقام مش دايما إحنا كنا شاطرين في ألعاب السرعة مش دايما فنما نشوف بنت مصرية عداءة الحقيقة والعيلة بقى كلميني على العيلة والدعم يا بسانت والله الحمد لله من أهم الحاجات إن أنا العيلة عندي كلها عيلة رياضية فهم مقدرين قوي أهمية الرياضة وموفريني كل يعني كل صبر الدعم لإن حدثك عارفة أن الرياضي الواحد ومن غير فيه منظومة كاملة وعيلة بالضوء معاه صعب أو إن هو يوصل لحاجة قوية فبشكرهم طبعا جدا مداربي والزوجي كنت محمد عباس ده الأساس بها ده هو ده الداعم الأساسي صح وعائلتي وإخواتي وأصحابي فمن غيرهم صعبك توصل لأي حاجة فبشكرهم جدا وإحنا فخورين بيكي زي الأمر طلع زي الأمر الحقيقة وفخورين بيكي جدا جود لك وإن شاء الله تعملي رقم في بطولة العالم وأنا انتظرك في الأوليمبيكس بسانت حميدة عداءة مصر اللي فازت في أحد السباقات المهمة المؤهلة لبطولة كاس العالم في 200 متر وقبلها كفازت أيضا في 200 متر بفضية لا يعني عاملة شغل جامد بسانت وكل دي سباقات مهمة جدا ومنافسين من كل دول العالم يعني احنا بنشوف منافسين من كل دول العالم وبسانت حميدة قادرة أنها تجري وأقدرة أنها تكسب هنا بقى فكرة الرعاة يعني هي حتى بسانت وهي بتشكر الرعاة هنا فكرة الرعاة أن في رعاة داعمين لهادي البطلة بيدعموها وبيسندوها فهي قادرة كمان أنها تكمل وأنها تركز بشكل أساسي على هذه البطولة